ركورد أذكر بقضية لما بكون عندي إنكلايند ممبر زي هذا بكون عندي إنكلايند ممبر زي هذا كديش الدكري وفريدم اللي عنده متفقين أنهم ثلاث ثاتا بي وثاتا سي ويو الآن اللي بهمنا في الموضوع في قضية المومنت أو الشير اللي جاي من مش روتاشن الديس بليسمينت أهم شيء إنه نكون عارفين إنه أني الديس بليسمينت اللي أنا أعتبرها دلتا هي العمودية على المنبر يعني إذا كان المنبر هيك المفروض هاي هي دلتا طيب وإذا كان المنبر عمودي يعني لو كان المنبر عمودي أو كان مايل بغض النظر الآن شو هم دلتا بنجيب خط عمودي وبنجيب خط عمودي يعني الدلتا اللي إحنا بدنا نضربها في ستة إي آي على السكوير أو تلاتة إي آي على السكوير عشان نجيب المومنت لازم تكون العمودية على المنبر فهذا الكلام شو بيعني بيعني إنه الدلتا تبعط أول شي خلنشوف اليو اليو شي هي والله أنا هاي اليو هاي الحمرة اليو إنه هذا رح بهذا الاتجاه كويس لكن إحنا عارفين إنه هدول كي بدهم 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 روحوا على هذا الاتجاه ليش لأنه السي دي نجليكت أكسل ديفورميشن لازم يكون هيك وهذا نفس الشي العمودي عليه هيك إذن الآن لو أنا بدي أشوف وين النقطة بيه راحت معنى ذلك النقطة بيه المفروض أجدتهم هلأ دلتا اي بي أي لون فيهم؟ الأزرق دلتا بي سي أي لون فيهم؟ الأخضر 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 ودلتا بي سي دي ما واضح أنا فيش عندها مشكلة صح؟ طيب خليني أرجع لستاتيكس شابتر واحد هلأ هذا if this is theta هاي اللي معطة يعني هاي بتكون معطة بغض النظر theta ولا ولا أربعة ثلاثة ثلاثة أربعة مش مهم هلأ إذا هاي theta من المفروض إني أكون عارف إنه لو مديت هذا الخط هيك وين theta راح تكون؟ هاي صح؟ مظبوط؟ أه صحيح طيب إذا هاي theta وين theta راح تكون؟ بالتقابل بالرأس اللي بنعرفهم أني هاي صح؟ مظبوط؟ أه طبعا أه أه إذا theta هاي بالنسبة للمثلث اللي إحنا شكلنا هي هاي واضحة؟ واضحة؟ ليش؟ إنه هاي theta هاي theta إذا هاي theta هاي كم؟ تسعين نفس theta لأنه هاي متممتها صح؟ ما هو الأسود والأزرق عموديات عبعض طب إذا هاي تسعين فعنا شو بدأ تكون theta؟ هاي اللي تحت واضح؟ طيب هلأ نتأكد من شغله إنه بدي أفرض إنه أعطاني هو هذا الوريانتيشن ثلاثة أربعة نيح؟ صحيح؟ يعني أعطاني إنه الhorizontal ثلاثة والذيرتها الأربعة طيب نعملها مرة واحدة وبعدين it's up to u كيف يعني مرة واحدة؟ الآن إذا كانت هاي theta وهادي u وهاي u الأزرق شو هو؟ هي u على الأزرق اللي هي دلتا a b شو يساوي؟ مش هو ساين ثيتا مسبوع؟ بس أنا بدورش على ساين ثيتا ولا عيوب بدور على دلتا a b شو تساوي؟ u على ساين ثيتا طيب معلش؟ طيب ساين ثيتا كم؟ بالنسبة له هاي الثيتا اللي تحت أربعة ثلاثة مسبوع؟ أربعة إذن هو أربعة على خمسة أربعة خمسة سوري إذن هو أربعة يعني u على أربعة على خمسة بمعنى 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 أنه هي خمسة على أربعة u صح؟ مظهور؟ صح؟ مصطح؟ أجهور المطلوب أني أوجد هذا بأسرع وقت ممكن أنا هذا الكلام بعرفه لكن معلفي عندي إمكانية طيب الأزرق الأزرق النيدل صح؟ مش هو اللي بدور عليه الأزرق شو علاقة الأزرق بهاي المسافة؟ إذا بنحكي عن نفس المثلة أمودية عليها ممتاز لكن طبقة هي الوتر صح؟ آه إذن النيدد الوتر خمسة على الآن شو صار في المثلة؟ ضل زي ما هو أو الانقلاب؟ انقلاب ناشي هلأ الجيفن الجيفن مش هي يو مش الجيفن يو مش بقينا زائما زمان شو نقول نقول نيدد على جيفن بعطيني الريشو اللي بدي إياها صح؟ مصبو؟ الجيفن كام؟ ثلاث والنيدد كام؟ الخمسة لكن صارت الثيتة مقلوبة شو يعني مقلوبة؟ يعني بدنا نضل بنفس الفكر بس نعكس إذن خمسة على أربعة فيه واضح؟ مصبوة؟ طب بهالتفكير الأخضر كام؟ نشوف الأخضر على يو الأخضر على يو مش هو عبارة عن سوري يو على اللي هي دلتا بي سي شو تساوي؟ مش تانجنت ثيتا؟ مش الأخضر أسوري اليو على الأخضر هي تانجنت ثيتا؟ هاي ثيتا هايها مش المقابل عنه جاور تانجنت؟ إذن اليو إذن دلتا بي سي شو تساوي؟ يو على تانجنت ثيتا كويس يو على تانجنت ثيتا بمعنى إنه يو على شي تانجنت ثيتا اللي هون أربعة ثلاث مصبوة؟ إذن الآن اللي يو شرية دلتا بي سي شو تساوي؟ ثلاثة على أربعة مصبوة؟ في يو صح؟ مصبوة؟ مصبوة؟ ما هي إنقلب الموقوع يعني أنا باجي بقول النيدد شو هو؟ الأربعة صح؟ مصبوة؟ ثلاثة صح؟ مش هذا النيدد اللي هو باتجاه أربعة والقبن باتجاه ثلاث؟ بس شو عملت؟ أكس نايا، قلب نايا إذن أي سؤال من الآن إذا أنا بدي هاي المثلثات تزبط معي أنا على طول بضل على قصة النيدد على الجيفن وبقلبها وانتهى واضح؟ وضحات الأمور طبعا هذه مهارة بتحب تستخدمها استخدمها، ما بتحبش خلاص ارجع على تشابتر واحد في الاستاتيكس ساين شيهي كو ساين شيهي دلتا شيهي واضح؟ هلأ الأصل إنه نشوف الأسوأ من هيك، مش الأسوأ يعني الأسوأ، لا اللي بيكون في عنده 2 ثيتا الآن زي هيك وش هذا هو الدفلكت الشيب؟ الآن دلتا هاي هاي بدي أعطيها هيك وهيك، هاي بدي أعطيها بدي أعطي هاي تكون ثلاثة وهي أربعة وهي بدها تكون شوفي كمان ريشو تكون جاهزة خمسة ثماشة ثلاثة عشر صح؟ شيهي؟ ها كل حال، الآن السؤال، السؤال، أنا بدور على دلتا تبعت مين؟ هاي، كديش راح تكون؟ دلتا اي بي شو تساوي؟ خمسة على أربعة خيمة كم؟ خمسة على أربعة فيو مشكور، أخير هيك فيه؟ مفيش، طب هاي كم؟ من هولة هون، هاي الانزول اللي نزل من هولة هون؟ كم؟ أعطيها على أربعة فيو فيو، مشكور، هلا بنيجي لها، والله هاي جديدة علي، طيب هلا، إذا كانت هاي ثيتا، معناته، هاي ثيتا، صح؟ مصبور؟ معناته هاي شهي، تسعين نقص ثيتا، معناته اللي فوق شهي؟ ثيتا، معناته اللي فوق هي ثيتا، طيب، نرجع نشوف العمودي عليه، العمودي عليه، اللي هو هذا، مش اللي يو على دلتا، على الدلتا، ديش أحكي اي بي، مش تساوي، سين ثيتا، مش أنا بدور على دلتا، دلتا شهي؟ يو على سين ثيتا، صح؟ إذن، الدلتا شو صفت؟ واحد على سين ثيتا، طيب، سين ثيتا اللي هون شو هو؟ سين ثيتا، وشو 12 ع 13؟ واحد عليها شو صارت؟ 13 ع 12 مقروب فيو، شو اختلف عن هذا؟ شو الاختلاح؟ ولا إشي؟ ليش؟ خلص، نيدد على جيفن مع مقلوبها وانتهينا، واضح؟ قبل ما نروح نحل أي سؤال، واضح؟ طيب، دلتا اي بي هذا هو صح؟ طيب، دلتا سي دي، هذا هو من هون لهون؟ طيب، دلتا بي سي، من هو اللي وين؟ طيب، طيب، دلتا بي، أحطها موجة بلا سالب، شو قولنا؟ إذا بتلف معا قرب الساعة، شو بتطلع؟ سهله، الدلتا، الدلتا، بحكيش على المومنت أنا، مش عنا ستة إي آي على أل سكوير مضروب في دلتا، وعنا ثلاثة إي آي على أل سكوير مضروب في دلتا، واثناش إي آي، هل هاي الدلتا، متى بتعطيني مومنت موجب، ومتى بتعطيني مومنت سالب؟ مش اتفقنا إنه إذا كانت مع عقار بالساعة بتعطيني مومنت موجب؟ صح؟ فعشان ما أخيرش ولا إشي في الفورمولة، بحط الدلتا مكان هايش؟ سالب إذا كانت عكس عقار بالساعة، طيب، هاي مع عقار بالساعة، نشوف هاي بي سي، كان بي سي هيك، وصار هيك، بمعنى بدك تشوف من هنا هيك، وبدك تشوف من هناك، كيف لاف؟ عكس عقار بالساعة، معنات دلتا بي سي بتكون إيش؟ بتكون سالب، عشان ما غيرش ولا إشي بالفورمولة، طيب، طيب الآن دي هذا الكلام مفهوم، خلينا نروح لطبعاً السيمتري، وهذا سيمتري بيصير عنده أونلي ون، بتفركش، هذا حكينا الأول، بدي أروح لإشي، هاي، هذا اللي سوينا، مش هذا هو اللي سوينا؟ هذا اللي عملنا، لكن هذا اللي موجود في الكتاب، الآن، أنتحر، بتحب تستخدم اللي موجود في الكتاب، هاي وفي سلايد، وأنا بعتلكم إياهم كلهم PDF فايل، الآن تحب تستخدم هذا فايل، تحب تستخدم اللي أنا حكيت لك يا، هذا سكل، اللي هي مهارة، اختر ما شاء معناش مشكلة، الآن خليني أروح لـ نحن هذا السؤال حلناه صح؟ ولي ما حلناه وش؟ حلنا هذا السؤال؟ مش بالأرقام، يعني، مش بالأرقام، خليني نحل بالأرقام، ممتاز، أنا، ليش؟ ليش أول شيء؟ عملت هذيك، وبعدين جيت عندي هون؟ الآن نحن المطلوب منها ادروا مني من الدياغرام كويس إذن أنا By displacement approach معنطه بدي أعمل equilibrium equation اكم الهوютة لديك لديك 3.uo بصحيح هل في عند havoc ثابت معروف الموقت عندها مو يعني معنطه absolute التي أريد أن أجبها شم Denmark ثابت ممتاز هلأ إحنا الثاتة على طول الإكوائشن عند النقطة بي تساوي 0 طب إكواليبريم إكوائشن إكواليبريم إكوائشن أنا بدور عليها هلأ رح تشوف الكتاب شو كيف حالي وإحنا لو حلينا بنحل هاي هذا لفوق وهاي هذا لهون شو حكينا الآن لو هاي أنا سميتها نقطة أو شو عملت عند النقطة أو تساوي 0 بلغ مين بلغ النورمال اللي موجود هان صح طيب شو بيضل عندها اللي بيضل عندي بيضل عندي إنه في عندي أنا شير هون بسميه شير إيه وبيجي عندي شير هون هذا الشير كيف عمودي الشير طيب إذن هذا شير ايه وهذا شير دي كويس شو ضل ما هو إحنا إذا عملنا هيك معنا تضل المومنت في عندي هون مومنت اسمه مومنت ايه وعندي هون مومنت اسمه مومنت دي كويس إذن أنا لم أعمل ساميشن مومنت عند النقطة أو تساوي 0 م ايه زائد م دي صح ناقص الشير في المسافة ناقص الشير في المسافة زائد عشرة في المسافة شو بعطيني تساوي 0 مش هيك نكتبها بس قبل ما نكتبها المسافة هي كام والراحة هاي المسافة كام هاي من هون له من هون له هاي المسافة كام ستاتيكس ستاتيكس مامنا يا جماعة حسان ها دكتور شو اه مني بسأل هاي المسافة كام بستاتيكس شابتر واحد ها لا حاولة وانا قوت طيب طبعا الكلام مش إلك لشيو بس تمشي على الزوايا ولا على القرين الزلامة بلا زوايا بلا مش عارشو هلا هذا هذا واضح إنه أربعة ثلاث إذن هذا هذا الأزرق بغض النظر شو إله سلوب أربعة ثلاث انتهينا الفيزيكال مينينج للأربعة ثلاث شهي إنه إذا أنا رحت هوريزانتل ثلاث بدي روح فيرتكال أربعة طب وإذا رحت أربعة هوريزانتل كدش بروح يعني الأصل الآن الأربعة على ثلاث الأربعة على ثلاث هي شهي بالأصل إله فيزيكال مينينج إله متغير هي المتغير ريتوف تشينج ريتوف تشينج اللي هي التفاضل اللي هو دلتا على كل حال إذن الآن هاي كم من هالهان أيوة هاي ثلاث هاي من هالهان كدش أنا بس ألك كدش 16 على ثلاث مشكورة 16 على ثلاث ليه إيش ما هي ما هي أربعة الأربعة على ثلاث شو معناها معناها أنا راح أطلع لفوق أربعة إذا رحت ثلاث طب ما أنا رحت أربعة فاثبوط طيب هاي المسافة من هالهان كم أيوة شو 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 هذي هاي الراشيو خمسة على ثلاث شهي هاي الراشيو rate of change of this length with respect to this length لما كان هاته ثلاث هذي كانت خمسة معناته لما كانت هاي أربعة كدش هاي مش هي على إيش عيوة مشكور إذن هذا شابتر واحد في الاستاتيكس ما هواش شابتر واحد في الاستاتيكس ساين تساو المقابل عن مجاور عقول هال الآن طب ليش هذور جيبتهم شو ليش هذور جيبتهم أنا أصلا بدأ كتب الإيقواشن يلا لآن ناكلون الإيقواشن معلش احنا بنحكي summation خليها بالأسود summation summation moment عند النقطة أو تساوى 0 أيوة هي مش moment A زائد moment B ناقص شير A مضروب في كام خمسة وثلاثين عثلاثين نيح الاربع كام ثلاث فيها يعني 28 عثلاث مصنوع ناقص شير D مضروب في كام أيوة خمسة وثلاثين عثلاثة بل الضب مش في عنا عشرين خمسة وثلاثين ولا أكثر الخمسة أكم آه صحيح خمسة وثلاثين على ثلاثة شو ضال ضال هذا مظبوط طيب شراء كده أطلع بره واكتبه ناقص آه عشرة مضروب في كام أيوة أيوة إذن هاي الإكوشن رقم اثنين طب الإكوشن رقم واحد شو كانت صاميشن مومنت عند النقطة بي تساوي زيرو نصبوه صحيح الآن يا إما بجيب مومنت بي اي زائد مومنت بي سي تساوي زيرو وبشتغل على مومنت بي اي لحاله بشتغل على مومنت بي سي لحاله أو شو اتفقنا الآن ليش أنا قطبت الإكوشن تحت كتبت الإكوشن تحت عشان أنا بدي أحل السؤال بسطرين كل السؤال اللي حاله بالكتاب بأربع صفحات أنا بدي أحله بسطرين بشارك إنك تكون مااخذ ستاويكس عند شيخ معين بمعنى إنه هاي كيف جبناها احنا هاي كمبليك ستاويكس وهذا الثماني على الثلاث واثنين على الثلاث وستاويش هذا ستاويكس طب وشير العمودي برضو استاويكس والنورمال استاويكس واضح واضح الأمور قبل ما أمحي الأخضر هذا لأنه أحل الآن واضح قبل ما أمحي آه واضح طيب هلأ الآن خلينا نشوف خلاص لأني كتبت الإكوشن بعد ما كتبت الإكوشن بلزمني شيء من هذور طيب هلأ إحنا شو اتفقنا إذا بدي حل بالطريقة السريعة شو بدي أعمل أنا بدي أرسم مش صار لحكي هيك بدي أرسم أنا المعادلة الأولى اللي عندي هايها طيب المعادلة الأولى اللي عندي مش تكون فيها تيرمز لثيت تبي زائد كمان تيرم ليو مش هيك شو تساوي الأنبالنس طيب الأنبالنس اللي هون كام هايها الأنبالنس اللي عندي كام عشرة في أربعة على أربعة مش هيك مش بيقلع تمانية سوري عشرة في أربعة على تمانية مش هاي بوينت لوت في الوصف فكست إذن كامل المومنت خمس هاي خمس واضح إنه بدو يلفني باتجاه الموجب يعني هذا المومنت بدو يخليثي باتجاه الموجب هاي خمس الآن طيب شو بدك تعمل بعدها نرسم مع بعض الديفلكت ليولي وحدها فقط هاي الديفلكت ليولي وحدها فقط صح في مشكلة مين آآ بس ثاتة هاي ثاتة هاي ثاتة بي الآن أنا بدي المومنت اللي صار هون كم أربعة EI على أربعة ليش هاي EI وهاي المسافة أربعة زائد أربعة EI ثلاثة الإي آي كديش تنين صح إذن ثلاثة في اتنين ستة إذن عطول ممكن أنا أكتب ستة EI على أربعة في حدا مش عارف نين أجد هاي في حدا مش عارف نين أجد هاي طيب طيب والنكست انا بدي أرسم دفلكت تشيب بلون آخر بلون آخر هاي الأزرق لمين ليولي وحدها ليولي وحدها ايها يا جهون وهاي متفقين نطلع طلف ليولي وحدها فيش تيت يعني الأزرق 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 ليولي وحدها سؤالي الآن كديش هذا المومنت الأزرق أيوه طيب هذا شو قصته ما هاي هون 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 هذا اللي أجه من ثيتا وهذا اللي أجه من كار وال الخمسة يلا مومنت أجه من دلتا كم ستة اي على ستة اي على أربعة طول فيو ليش فيو ما هي نفسها يو صح طيب الآن أنا بدي لهذا الكلام اللي انت حكيت لي لأ بي أنا بدي لأ بي سي الآن ثلاث اي على سكوير هاي ثلاث اي اي مش اي تنين مش تنين صحيح بدي بلون تاني عشان ما عشان ما نخربط ليش أجد هاي تنين مضروب فيه ثلاث اي اي على اربعة سكوير صح صح في اي 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 من هول هون مظبور هل الان السؤال معطينا اي اربعة اربعة تلاتة اربعة كدش هاي عطون يل من المهارة اللي جبناها انا وياك مع بعض اي و تلاتة على اربعة فيو مشكورة تلاتة على اربعة فيو اذا هاي بضربها في ايش الان تلاتة اربعة اليو برا هاي خلص انتهينا هلأ ليش ما ما كتبتش ناقص او زائد نشوف هلأ ال ال الروتاشن ل بي سي كيف صار ما عقرب الساعة ولا عكس عقرب الساعة عكس شو يعني يعني سالم هاي سالم خلصت الاكواشن الاولى اول اكواشن انتهت هلا بنقارنها في اكواشن هو كتبها معناش مشكلة وضحة واضحة الامور طيب الان انا بدور على ايش الان في الاكواشن رقم اثنين والله انا بدور على مش على هذا ولا على هذا وليعليش بتدور انا بدور على شو المكتوب تحت شو المكتوب تحت ام اي وام بي معناته انا بدور على هدو هاي انا بدي بالاحمر كم هاي وكم هاي اللي اجو من مين من الاحمر صح وشو بدك كمان في شير ايوان بنفس اللون بنفس اللون انا بدي هذا الشير وهذا الشير واضح واضح الامور اذا هدول كلهم بدهم ينضربوا في تير شو اسمه سيتبي صح نصبول طيب نكتبهم بمعنى انه الاكوشن هاي هاي السودة هاي السودة السودة اللي هون بدي يكون في تيرمز بدلال ثيتا بي نكتبهم يلا ام اي اللي جت من ثيتا بي كم كمتها يعني هاي 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 اللي جت من ثيتا بي كم كمتها تنين اي اي على اربعة صح مش هي مومنت من ثيتا البعيدة صح زاد كم المومنت عند بي اللي اجت من ثيتا بي كم المومنت عند د اللي اجت من ثيتا بي زيرة مشكورة هاي زاد الشير اللي عند اي اللي اجه من ثيتا بي شو رقمه كديش شير من ثيتا شير من ثيتا محمد 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 شير من ثيتا ستة ستة ايوه امال شو ستة محمد محمد على اربعة انا هاي صح بدي اضربه في كام في عشرين تمانية وعشرين على الثلاث صح وشو في عندها حسب حسب الاكويشن ايجا سأل صح افتر مش الشير على السكوير السكوير اه سوري اربعة سكوير مشكورة طيب هلأ هاي خلصنا من شير ايه هاي اجت من مسافة هاي اجت من مسافة طيب شير دي قد اللي اجا من ثيتا بي شير دي اللي اجا من ثيتا بي زيرو يا شباب في منطق بقول انه اذا بقي الخط خط اذا بقي الخط خط يعني فيش فيه كيرفيتشر اذا impossible to have moment ورشير يعني شو دليل المومنت انه في عندي كيرفيتشر انا لما رسمت الرسم الحمرة لما رسمت الرسم الحمرة انه اللي فيهم مومنت هل في مومنت في سيدي هل في مومنت في سيدي لا اذا كيف بد يكون عنده مومنت عندي واشير عندي امال كانت انه هذا زيرو فانا انبسطت بس بعدها ابسل والراحب وقبل ما كمل هذا واضح في تم اه واضح طيب هلأ بنحل كمان سؤال لانه انا 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 مش وراء حل الاسئلة انا بدي تحل سؤال باقرب الطرق طيب الان خلينا خلينا نكمل بس انا بديش امحق اشي مجبور اعمل هيك واطلع هذا لفوق مش عشان بديش امحاها انا بدي اكمل التح الو اشتركوا في القناة 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 سميش نعم لمعاملات لثيتا شو كانوا اعتقد 4 موسيقى الطيب الآن التانية اللي تحت شو كانت بدلال ثيتا ثنان biggest علي deux على أربعة زائد وصفر بعدها ستة اي على أربعة سوير ستة اي على أربعة سوير مضرب ettمان وشان والثلاث ايو� عشرين ثمانية وشان على ثلاث زائد صفر في ثيتا بي ثيتا بي كأن كان ناقص في الآخرة حطناها صح اللي أجت من الشير اللي أجت من الشير لأنه فيه في الإكوشن ناقص فيه في الإكوشن ناقص مش الدلتا ناقص لا فيه في الإكوشن ناقص زائد الآن بنا نجيب من مين من اللي أجت من اليو صح أرسومها على السريع شو اللي بنا نجيب من اللي أجت من اليو اللي بدلالة يو يعني الآن كم هذا المومنت اللي هون ستة أيوة ستة اي على أربعة سكوير مضروب في إيش في يو ما هي يو يو نفسها صح طيب شو كمان بدي شو كمان بدي بدي الشير اللي هون صح الشير اللي هون شو كان اي زي اتناعش اي على أربعة كيوب كم كان مضروب في كم تمانية وعشرين على ثلاث صح وإله ناقص معناته هاي شو بتتكون ناقص هاي اتناعش هذا هاد خلصنا من المنطقة هاي صح شو ضلت ضلت المنطقة هاي هاي ما حسبناش المرة اللي فاتت لانه ما دخلناش المومنت اللي هون بدي يكون زائد المومنت كم مومنت من دلتا بس دلتا ايه فيها هنش يعني ثلاثة يقال على خمسة سكوير ليش خمسة؟ طول خمسة صح؟ مزبوط؟ آه بس في دلتا ولا في اش تاني؟ الدلتا هيها شو حكينا عن العمودي اللي هان؟ أيوة مش خمسة على ثلاثة؟ مش خمسة على ثلاثة يوه؟ مش العمودي عليه خمسة على ثلاثة يوه؟ فطلعت مضروبة في خمسة على ثلاثة طب هذا المومنت هلا بدينا نجيب في عندي ناقص من من معدلة الشير بدي أضرب الشير مضروب في المسافة مش هيك؟ الشير اللي هون كم؟ ثلاثة على خمسة كيوب ليش ثلاثة؟ لأنه بين وفيكست ليش على خمسة كيوب؟ ما هي شير أجد من وين؟ من دلتا طيب مضروب في كم؟ أيوة في المسافة هاي اللي يكمن مرة خمسة على ثلاثة صح؟ آه مضروب في المسافة اللي كانت من هون لهون كدت جبناها هاي المسافة كلها؟ خمسة وثلاثين على ثلاثة مش هيك؟ كلها مضروب فيه شو تساوي؟ أيوة؟ شو حكينا تساوي؟ مش حكينا تساوي عشر وعشر وعشرين عثلات بالسالم إذن هذول هم التو إكوشنز طبعا هذا بده شوية مهارة يعني بده شوية بدك تحل بدك تحل لك تلتة أربعة أسئلة على أساس أنه هذا يثبت في المخيل هلا بنحل كمان سؤال بطريقة أسرع طيب هلا هذا الكلام إذا أنا حليت up to this point ما في مشكلة إذا حدا بيسأل عن علامة كاملة ليش كاملة؟ لأنه ما تبقى معي كالكوليتر بيحل المعادلتين المجهولين ولا معيش الآن خليني أقارن هذا الكلام ما حله دكتور صدق هاي واحد سقصدق في أكتب المعادلات بس أتركها زي هي كلها أبسطها يعني خلاص 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 اسمع قضية ليش أنا بكتب 28 عثلات هلا الأصل لما أنت بتكتب 28 عثلات ما محيتش ولا ديجيتس صح آه صحيح إذا أنت كتب 28 عثلات حطيتها على الكالكوليتر بتطلع لك جواب مش رح تكتبها مش رح تكتبها زي مهي موجودة على الكالكوليتر رح تتخلص منها شوي ولما تضرب في 6 وتقسم على الأربعة سكوير وا 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 الأرور الأرور بزيد فعشان هيك أنا عادة في الحلول الكسر حتى العشري بحطه بحطه زي ما هو 28 عثلات 35 عثلات إلى آخره زي ما حكيت إذا أنت كتبت الحديد هون فيش مشكلة بس أنا بدي أدور على المعادلات اللي هو كتبهن كل هدول نشوف المعادلة الأولى المعادلة الأولى هايها فوق هايها هايها نشوف أربعة على أربعة كام واحد صاح واحد واضح زائد نشوف هلا هدول هدول ستة الإي آي ما هي بره مش مشكلة ستة على أربعة واحد ونص وستة على أربعة سكوير مضروب في ثلاثة على أربعة المفروب تغطي نهاية في واحد معوك الكوليتر المفروض المفروض يعني في شغلة مش لأنه ستة على أربعة أجت من وين في تربية دكتور تربية فيش ستة على أربعة تربية مشكور ستة على أربعة تربية ناقص ستة على أربعة تربية في ثلاثة على أربعة مشكور مشكور آه صحيح خلاص خلاص لا لا ما هو ما يعني يا إما غلطنا في في شيء معين لأنه لا يمكن لا يمكن تعطيني شيء تاني هلأ كل هذا الكلام اللي مكتوبها نهيه اللي مكتبها هذا زائد هذا زائد هذا زائد هدول زائد هدول عشان وزائد الليفت صايد كله عشان في الآخر شو يعطيني يعطيني هاي المعادلة يعطيني هاي المعادلة واضح طيب المعادلة التانية هلأ المعادلة التانية اللي عندي رح تكون نفس المعادلة اللي تحت بشرط بشرط انه تكون بنفس الرايشو كيف يعني يعني المعادلة اللي فوق exact the same لانه هو كتب نفس المعادلة اللي احنا كتبناها اه بس المعادلة التانية هو شو كتب مش غليني امسح كل شيء بعدين برد برجو و شو كتب كتب المعادلة تكون هيا summation forces بالx direction تساوي 0 طب summation forces بالx direction تساوي 0 هاي فهمنا ax طب و dx دx ما هيش الشير ولا هي نورمان صح لكن لف لفة كاملة عن طريق الاستاتيكس كيف اول شيء شوف شو عمل جاب هذا لوحده و رسم في برد بديا إغرام جاب هذا لوحده رسم في بديا إغرام و جاب هذا لوحده رسم في بديا إغرام و لف من هون لها عشان يجيب هاي عشان يجيب هاي هاي القيمة العنسي ويسويها بهاي عشان هاي تساوي هاي وضح شو سوى عشان summation forces بالY direction تساوي 0 هاي تساوي اللي فوق وصمميشن forces بالX direction تساوي 0 هاي تساوي هاي واضح اللف للفها لكن هل هذا الكلام خطأ طبعا لا لكن هل هذا الكلام سريع اني انا ارسم FreeBud Diagram للثلاث عشان اطلع منهم الفورسز وانكل على اساس انه اجمع summation forces بالX direction تساوي 0 من المفروض انه لا بمعنى بمعنى في الاخر الاكواشن معكم اللي خليني ممسحها شي الاكواشن معنا هاي لو عملتلها evaluation وهاي عملتلها evaluation وحطيت الright side يكون عبارة عن خمسة يعني قسمت يعني هذا العشرة في 24 على 3 سويتها خمسة بنفس الريش وتضرب فيها وتضرب فيها وبعطيك exact لنفس الرقم اللي هو طلعه واضح طيب واحد بيسأل بقول طيب هو طلع ثيتا بي ودلتا وبعدين رجع للإكواشن اللي كان كاتبهم صحيح بس انا ليش اكتبنا وياك equation انا انا وياك مش احنا حكينا انه من ثيتا ثليني ارجع للسؤال هذا هلا هذا اللي عندي الاحمر المومنت اللي هون قداش كنتو مش انا بعرفه كتبته تحت شو هو مش هو ستة اي اي على ال سكوير في يو مضبوط فاذا هو ستة ايه على ال سكوير في يو بكتبه هون بكتبه هون وبكتب الشير هون بكتب كل شي هون وبجمعهم جمع زي ما عملنا في البيمز سابق واضح طيب خلينا نشوف سؤال ثاني هو سؤال ثاني عشان نعملوا مع بعض هاي نيو نيو سلايد اوكي باي انا بدي نحط هذا السؤال هاي واحد هاي تنين هاي ثلاث بس هادا شوي اوكي هاي فكست هاي 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 هينش هاي اي بي سي دي وهذا ثلاث وهذا اربعة لكن هذا الوريينتيشن تابعه على اساس انه خمسة معش تلتاش واللينك تابعه سبعة يعني مش مشكلة المهم انه وهذا اللينك ستة متر ستة متر كويس هذا المطلوب واحدة واحدة شو هذا السؤال هذا السؤال تابعه تابعيش تابعه دائرة والله طيب خلنشوف الان due to theta b تساوي واحد على يعني theta b صارت واحد على moment b كم شو يعني يعني اذا انا متحير برسمها هاي theta بي تساوي واحد طبعا اللي تحت مش هيك لكن هاي theta بي تساوي اذا عندي مشكلة اذا عندي مشكلة لسه مش قدر تخيل هاي theta بي تساوي واحد يلا المومنت عندبي كم ثلاثة e i على خمسة زائد ثلاثة e i على ستة الكل مضروب في واحد على e i بتروح e i مع e i مع e i شو بصفي عندي ثلاثة خمسة زائد ثلاثة على ستة ثلاثة على خمسة زائد ثلاثة على ستة طيب هلأ المومنت عند ايه كم مص صفر مص يا حسان اه صفر صفر بين بين يا سلامة حرام عليك هذا اللي بدي يجي بالانتحان زي يوم طيب هلأ مومنت عندي شو تساوي ثيتا بي صفر لا لا هيو ديو احنا لحد الان كاعدين بنحل ديو تساوي واحد على e i كامل مومنت عندي ما في مومنت زير شير عندي صفر زير شير عند ايه ثلاثة e i على كيوب يعني تقلق ليش على الكيوب على سكوير مش هنشير من ثيتا اه من ثيتا مش من دلت يعني ثلاثة عقم سوى شرين ما خلص ما هي e i بتروح مع l-e i صح مظبوط مش هيك الvertecal الvertecal internal force عند cb يعني انا بحكي عن هذا الvertecal internal force كم مش هي مش شير من ثيتا اذا هي ثلاثة على كم على ستة وثلاثين مش ثلاثة e i على l-square l-e i راح مع l-e i شو بضف عندي ثلاثة ستة وثلاثين واضح يعني انا بكون كتب لك الارقام 13 36 36 12 36 وانت نكفي لك واحد واضح طيب هلا بدي انت كل نقول ثاني u u b تساوي واحد على e i ليش الواحد على خلص اشطب l-e i مع e i والواحد بالضل زي ما هلا المومنت عند d كدائش اولي المفروض تكون ثلاث ليش لانه واحد بين واحد فكس صح هاي ثلاث المومنت اللي من دلتا لازم تكون على l-square نظبوط نظبوط هيا سبعة سكوير لانه هو اللينك تابع سبعة شو بضال ايوه شو اضربها في كم يلا ايوه تلتاش تلتاش خمس يوه تلتاش على ايوه كم خمسة ما هو اه معكو ستناش يعني ايوه عطناش تلتاش عطناش مش هيك يوم هي هيها واحد على اي اي انتهى عشان هيك انا ما حطيت اي اي وضحط طيب شير عند النقطة شو افرق الشير عنده النقطة هو عبارة عن ثلاث ايوه مضروب في ايش تلتاش اتناش تلتاش اتناش مشكور اذا الان الان واضح الامور في قضية على هذا على هذا القسم الملطب في الامتحان في الامتحان هايها هذه الملطب يعني مش راح اجيب 13 15 5 لا 3 4 بس انا بدي اشوف مين اللي فاهم بدي اشوف مين اللي فاهم في قضية اذا قضية اللود اللي عليه شو خصها شو خص اللود يعني يعني مثلا ممكن اجيب هيك اقول هذا في الوسط هيك المومنت عند ب due to the load only due to the load only شو ب 3 ب على 16 هيك ليش لانه بين وشو اسمه مظبور صح فبالتالي الان بالتالي الان بنكون بنكون المفروض قادرين على حل السؤال شبيه باللي حلنا وبنكون قادرين على حل اي ملطب ممكن تجيني في الامتحان الآن ضل نقطة واحدة هذا بعدتلكم اياه زي ما هو كمالت ك pdf فايل وهذا اللي بدي اوريكم اياه هلا كمان بعدتو كpdf فايل هذا الكلام هو اللي خدتو بالساب الكلام هذا اللي بدي انا اشرح هو اللي خدتو بالساب يعني بدي اوريكم كيف الساب يشتغل الان الان الاصل الاصل انه احنا بنرجع لقضية الماتريكس ونكتب ماتريكس طيب كيف بنكتب ماتريكس الماتريكس مشيه عبارة عن علاقة علاقة member in forces بmember in displacement هذا الكلام هذا الكلام اللي موجود امامي هاي خلينا نشوف هذا العنصر هذا العنصر هاي طيب هذا العنصر صار عنده displacement بهذا الاتجاه بقيمة واحد كم هذا الفورس مش اي اي على ال هذا تراس هاي اي على هاي هذا هل في عنده شير لما لما انكمش بقيمة واحد في عنده شير لا هاي زيرو عنده مومنت لا هاي زيرو طيب شو في عنده فورس بهذا الاتجاه تكون اكسية قدش كمتها اي اي على قلب الماينس هايها وكمان الشير عنده زيرو طيب خلينا نشوف الان لو انا عملت ون هاي هذا ونفسه هيك وجيت عند النقطة هاي ورفعته لفوق يعني صار باتجاه اثنين في عندي ون يونت هاي رفعنا باتجاه اثنين هذا هو هاي رسمته هاي هي الرسمة طيب قدش الاكسيال كم الاكسيال عند هذا يعني كم الفورس هاي زيرو هاي طيب كم الفورس اللي هون شيها الفورس شير due to delta كديش شير due to delta هايها طيب المومنت اللي هون شو هو مومنت due to delta كم المومنت due to delta ستيا اي اي طيب الفورس اللي هون شو قيمته ما هذا كان هذا زيرو بدي يكون هذا زيرو منيح طيب والمومنت اللي هون هاي المومنت اللي هان وهي الشير اللي هان صح مزبوط عشان يكون متعادل الشير اللي هان شو قيمته شير من delta شير هايها وهاي المومنت بقي زي ما هو إذن الآن الآن هدول هدول اللي في الماتريكس احنا اشتقناهم كاملة وكنا نحل يدوي الآن بدناش نحل يدوي كيف يعني بدناش نحل يدوي لا أنا بدي بديش كمان نقلق بدي وبيدي هذا السؤال هيك وهيك 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 وهاي لود هيك وهي لود هيك الدegree فريدم عند هذا كام كونسيدر اكسي الان كونسيدر اكسي الان كونسيدر اكسي الان ستة شو الستة يو بي ثيتا يو بي ثيتا اه يعني لو كان كمان هذا هيك وهيك كمان يو في ثيتا طب لو كانوا هيك يو بي ثيتا يو بي ثيتا يو بي ثيتا إلا اللي انت رحت عملت لهم restriction عشان هيك كنا نروح عند السبورت ونحط select 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 وassign ايش assign restriction إذن باي default كل نقطة بت 2D عندها 3 degree of freedom وذا كان 3D بيكون عنده كل نقطة شو عندها عنده 6 degree of freedom بها البساطة بها البساطة طيب الان كل منبر بدي أفرض هذا المنبر ايه اخدت هذا المنبر ايه شو عنده عنده 1 2 3 4 5 6 إذن بحط 1 2 3 4 5 6 كويس إذن الآن لهذا المنبر لهذا المنبر ليستفنس ما تركشيه إله 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 طيب لو بدي في هذا لو بدي أكتب لهذا المنبر وهذا المنبر هذي طلعت 101 102 103 104 105 106 شو بكتب هذا الـ 1 2 3 4 5 6 101 22 23 إذن معنى ذلك كتابة الماتريكس زي ما كتبناها وين في الترس كل منبر بدنا نكتب له ماتريكس كل منبر بدنا نكتب له ماتريكس لسه هاي الماتريكس لما بكون عندي كل شي لوكال طيب بس ما هو أنا بديش اللوكال شو بدي 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 صاميشن فورس بلي إكس وال ولي مومن صح معناته أنا بدي عمل بتطلع عندي هاي الماتريكس هلأ هاي الماتريكس مش للحل اليدوي هاي الماتريكس محطوطة في ساب روتين في اليدف اليدف في الساب أو في اليدف وكل شيء فيها معطا من وين معطا الاي كيف نعطط هلأ قبل ما تحل السؤال شو بتعمل في الأول ديفاين صح ماتيريال مصبوط إذن ال-ي طلعت بعدين ديفاين سيكشن صح سيكشن بروبرتي آه معناته ال-A وال-E وال-I كله صار جاهز طيب واللينكث أصلا بدون أصلا بدون ما تحط انت قريد مش تغل مش تغلش فبتالي كمان اللينكث جاهز عنده فبتالي الآن هاي الماتريكس بكل ما وال-Sine وال-Cosine معروفات ال-Cosine وال-Sine فبتالي هاي الماتريكس لكل منبر جاهزة كل منبر هاي الماتريكس جاهزة إليه طيب الآن شو بنعمل نكتب الماتريكس لكل لكل منبر لوحده وبنجمعهم كيف يعني يعني هاي عندي هذا السؤال بدي يحله بالكمبيوتر أنا بديش يحله باليدوي اليدوي شو حكي أنا إذا نكليكت أكسل ديفورميشن شو بطلع عنده كديش ديفور فريضا صحيح بس ثيتا بنكون واحدة فيهم عارفينها فبنحل على أساس إنه ثيتا ويو ثيتا ويو هلا أنا هذا إذا بدي حلو الكمبيوتر شو بعمل بعمل هاي واحد تنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة آه أنا رحت حكيت له لو سماح هدول زيرو 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 وهي زيرو فشو صف عنده واحد تنين ثلاثة أربعة خمسة يعني في الآخر في الآخر بده يكتب ماتريكس كم في كم طيب الخمسة في خمسة الفيزيكال مينين إلها شو هو إنه أنا الدس بلايسمنت رقم واحد برسم لها دفلكت وبشوف وبشوف كل الكوة اللي باتجاه واحد واللي باتجاه اثنين واللي باتجاه ثلاث واللي باتجاه أربعة واللي باتجاه خمس واضح طب تيجي نسويها ونشوف شو الكصة لأنه هو حللها بالطريقة الطويلة بطريقة الكمبيوتر أنا أبدأ حللها بالطريقة العادية كيف أنا أبدأ شد هاي لهون بقيمة واحد معلش تقولي كم هاي الفورس عطول مش A E على ستة صح طيب كم هذا المومنت كم هذا المومنت هذا زنبرك زنبرك وأنا دفعته بها الطريقة بقيمة واحد في عنده مومنت هلو لا صفر زير طيب كم هاي اللي هون يعني اللي هون بس أنا كتبتها برة على أساس أنا علش بدور بدور على الفورس هاي والأكشن هاي الفورس هاي والفورس هاي والأكشن هاي اللي هون هذا اللي هون وهذا اللي هون كم هاي مش هي ناقص ايه على ستة اه صحيح ايه بالناقص صحيح كم هاي زيرو كم هاي زيرو إذن أنا متوقع الخمسة في خمسة أول صف فيها يكون فيه A أعلى على ستة و A أعلى على ستة بالناقص والباقي زيرو طيب شو راك نعمل ثيتا هون نعمل ثيتا هاي ثيتا هاي طيب عملت ثيتا والباقي زيرو هاي يديفلكتت هي قديش هادا الفورس زيرو الكيرفيتشر فقط بعطيني مومنت وشير وبعطينيش أكسيال و نو كيرفيتشر بعطيني أكسيال وبعطينيش شير ومومنت طيب هاي كم هاي أربعة EI على ستة طيب هاي كم زيرو طيب هاي كم أيوة ستة EI على ستة سكوير طيب هاي كم تينين EI على ستة هلأ بطلنا نحسب إنه فيه ثيتا و اغنورد و ما اغنورد ليش نعملها اغنوريشن خلاص الأمور هو بقدر يجيبها على طول بدون ما يرجع لإنه نجليكت أكسيال بس بس للعلم للعلم خليني أكتبهم هون الـ A EI الـ A يمكن يكتبهم A اكتبهم على الأسود عشان ما نحوم A E على L ديش كمتها عشرين L صح طيب نعش EI على L كيوب كديش كمتها ستة 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 مقطة ستة ستة EI على L سكوير كديش كمتها الفين و أربعة EI على L مش كمتها ثمانتالاف طبعاً اثنين EI على L ألفين أربعة ألاف مش مشكل هلا هو الكمبيوتر شو بعمل بيكتب هاي بيكتب هاي للمنبر A B بحطها وبكتب الإكواشن الثانية للمنبر B C وبحطها وبعدين بيجمعهم بيجمعهم تطلع معه هاي معلش هلا إحنا شو حكينا عن الأولاني إذا أنا عملت اللي باتجاه أربعة واحد يعني هاي جبتوا لهون بقيمة واحد كم هاي الفورس إيه إيه على L كديش إيه على عشرين ألف هاي عشرين ألف طيب كم المومنت رقم خمسة زيرو هاي زيرو طيب كم الفورس اللي هان عشرين ألف بس بالناقص هاي كم الشير وكم المومنت زيرو زيرو طيب أنا بدي أجيب خمسة بقيمة واحد يعني هاي واحد المومنت اللي عندها كم أربعة EI الأربعة يعني على كم كم تمن تلف هاي المومنت تمن تلف طيب والمومنت المقابل تنين EI إذن هاي أربعة طيب الأكسيال فيش من الكير فيش أكسيال هاي زيرو والأكسيال اللي هون زيرو شو صفة عندي صفة عندي أنا بدور على هذا قيمة الشير اللي هان طيب قيمة الشير اللي هان شي هي أيوة ستة EI على L سكوير ستة أعلم السكوير كم ها 2000 هاي طيب ليش أخطى نيجاتيب لأنه هاي اللي بنطلع عنده نيجاتيب طيب الثالثة شو يعني الثالثة أنا الآن بدي أسحب هاي بقيمة واحد أمسح كل شي بدي أسحب هاي بقيمة واحد هاي بقيمة واحد وش هدا هو طيب الآن المومنت اللي عنده كم المومنت يعني رقم ثلاثة يعني هذا شو لازم يكون ايوة مومنت من L صح مومنت من دلتا يعني ستة EI على L سكوير طيب ما هي ستة EI على سكوير 2000 مظبو طيب الشير اللي هون كم هذا بهذا الاتجاه في عندي فورس يعني باتجاه 2 في عندي فورس بش هي 0 باتجاه 5 المومنت هون في كيرفيتشر فيش كيرفيتشر إذا المومنت اللي هون 0 فهي بطلع 0 طب وهي هي هاي اللي ابتجاه 4 أنواة 4 وين 4 هي هي A A L مش هاي أنا سحبتها هيك معناته ها هدا قوم ب A عند النقطة هاي عند النقطة هاي كامل فورس في صار عندي هون بقيمة A E على وصار عندي هون بقيمة شير ال A E على L 20 ألف مش 666 فلما بجمعهم مع بعض بعطيني هذا الكلام فبالتالي أنا ممكن هذا الكلام لو انطلب مني ينحل بالإيد ممكن أنا أحل بدون ما أرجع على الإكوشنز اللي هو كتبهم طيب سؤالي الأخير هذا هلا تتذكروا لما عملنا إحنا trust كبير لما عملنا trust كبير شو طلعت معظم الكؤوفيشنط اللي موجودة في الماتريكس النهائية صور نح هلا ليش نشوف بس خليكم معي دقيقتين وبنهي هذا واحد تنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداش اثناش هاي hu bless you هما نشوف ستة ستة 我要 21 22 23 24 هذولا خلاص مش رح أكتبهم إنه أصلا إبعاد عن لكن هو بطلع 36 ميح هلأ شو معنات كم الماتريكس رح تطلع معي 36 36 صحيح شو معنات الكولوم الأول إنه أنا بدي أروح طبعا هذا physical meaning you never find هذا الكلام في أي كتاب لكن خلنا نشوف بمعنى إنه أنا بدي أروح عند واحد وأرسم له deflected shape للواحد والباقي كلهم زيروا هذا هو الكولوم الأول معلش مين elements اللي صار فيهم قوة وشو نوعهم يا خليني أعمل أبهم مش هاي A B C D E F كافي مين ال element اللي صار فيهم قوة يأمر A B B C B E نح هذا القوة اللي فيه كم الأسهل عطول هي normal يعني هي واحدة على E A طيب هون هون هذا فيه Axial لا بس شيرو مومنت منيح شيرو مومنت منيح وهذا فيه Axial لا لا شيرو مومنت منيح ممتاز جدا الآن واحد واحد سبعة قديش لازم يطلع في الماتريكس واحد سبعة هل بينهم صفر صفر لا ممتاز إذن مختلفش الأمور على الترس طيب واحد ستاش زيرو واحد تسعتاش تنين اثنين وعشرين ثلاث ثمانية ثلاث تسعة طيب عشان نريح حالنا اللي فيهم إمكانية يكونوا ننزيرو منهم المجاورات وبينهم يعني يا هاي يا هاي والباقي زيرو ما فيهم ما في بينهم طيب أسأل واحد أربعة كميش واحد أربعة سالب مشكورين جدا يعني الأمور صارت واضحة وممتازة واحد خمسة خمسة شو هو شير صح عمود سفر زيرو ك واحد ستة زيرو طيب ك واحد خليني أقول أربعة عشر سفر صدير واحد ك واحد خمسة عشر سفر خمسة عشر هاي مومنت صح آه في منه من الدس بلاس من اللي هو اذا هو مومنت من ايش من يو ايوة اذا هو كم ثلاثة عس ثلاثة عس سفر مزبوط اه طيب واحد تلاتطعش تلاتطعش شو هو شير من يو اللي هي الكيوب يعني اتناش اي على الكيوب مزبوط اه يعني يعني الاصل الان الاصل الان انه ما عنديش اي مشكلة في التعامل مع هذا الكلام كان حططلي اربعة وخمسة وستة يعني الاختلافات رح تكون بس وهون بكون حططلي انه اعتبر انه الديفورميشن الديفورميشن واحد على اي اي دائما فبتطلع ستة ع خمسة ستة ع السكوير خمسة ع السكوير اتناش ع الكيوب غير هيك ما فيش واضح كمان هذا ممكن يجي ككونسب بسيط في قضية ضع دائرة يعني يامي دائرة يا تنتين ممكن اعطيك هدول وخلك تلتعاش سبعة كديش تلتعاش سبعة كم كي تلتعاش سبعة كم سوف زيرو كي تسعتاش أربعة كم زيرو زيرو طيب كي ستتاش تسعتاش ستاش تسعتاش سيرو لا مشكو بزهب بزهب ستاش واحد عشرين اذا عندي اي شك شو بعمل بس برسمه ستاش بدي ارسم ستاش والله هي رسمة ستاش هيك وهيك وهيك هي هي رسمة ستاش صحيح هذا صار فيه ديفورميشن بس الديفورميشن اللي صارت فيه اكسيال صح اذا التسعتاش موجودة والعشرين 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 والواحد وعشرين مش موجودة زيرو زيرو واضح اذا المطلوب المطلوب كيف الساب يشتغل زي ما وريتكم الآن عشان هيك احنا اخذنا عليه لانه هذا قضية تحليل قضية حل هذا consider excel deformation طبعا هاي الحلول لحلول الكمبيوتر هاي الأرقام أرقام الكمبيوتر جاهزة في التالي مش لليدوي مش لليدوي لكن لكن زي ما احنا شايفين يعني انا هاي هذا example بسيط بس 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صف بس عشان نحل هذا الكلام لكن احنا بنوري كيف الكمبيوتر بشتغل وبنخلي الكمبيوتر دونكي وورك خليه يشتغلها على اساس انه انا اكون فاهم قبل ما يشتغل شو النتائج يعني هذا هذا طب لما بيكون عندي inclined لما بيكون عندي inclined بس للتذكير فقط وانهي طبعا مش رح سأسأل هذا السؤال لكن للي عنده رقبة في انه يعرف لما بيكون عندي inclined شو بيصير انا لو بدي شد هذي واحد بهاي القيمة ماشي كديش صار هذا عنده بال x direction force وبال y direction force هذا trust لا يعني مش انه trust لا لا وسين سكوير وكوسين شو اختلف شو اختلف ما اختلفش شي لانه بطلنا احنا بطلنا احنا نرفع على فوق ونسقط لانه بطل اشي اسمه neglect axial deformation مصبوط معنى ذلك معنى ذلك حتى لو هذا اجل السؤال ايش المشكلة انا سحبت هذا بقيمة واحد عليش بتدور بتدور على force تبع هذا وبتدور على force اللي هون وبتدور على الشير اللي هون طب هذا شو صار فيه نرسمه نرسمه بس حيال واحد اه هذا صار في carevichar وهذا صار في axial اذا هذا كم قاوم هذا كم قاوم ايه ايه على طب هذا كم قاوم هذا اللي هون لهاي يعني هاي كم ايه مش هي ايه ايه على الف كوسين سكوير مش هيك اذا القضية القضية فقط هي التركيب تركيب طبعا هذا الكلام عشان هيك بنحل الشيدوية عشان هيك بنفضل نحله على الكمبيوتر لكن لا يعني ذلك انه حل اليدوي بقدرش عليه بالعكس الحل اليدوي بكون انا سابقه في هذا الكلام هيك بنكون هنا الفصل وانا رئيس القسم قلي امتحانكم في 23 شهر ساعة 9 الصبح 23 شهر ساعة 9 الصبح صحيح انتم معي امتحان هذا دوائر دوائر بس لك تعمل اصايم لا هو الآن بعدين بعدين قلي على اساس هو من 9 على 9 ونص من 9 على 9 ونص دوائر ناشي هلأ من 9 ونص انا بقدر ابعث لكم اي من 9 ونص للعشرة مفتوح يعني المدل لا سمح الله صار في اي مشكلة الجامعة تتحملها مش لا انا ولا انتم فانا بقول انه على العشرة لخمسة انا بفتح لكم بكون منزل الريتن اجزام وبفتح لكم اياه بتنزله خلال خمس دقائق ما فيش مشكلة تسليمه انا بدي اعطي من يمكن يكون ساعتين فبتكون على الساعة 12 لكن بدي اعطي نص ساعة زيادة للتسليم بصير 12 ونص وبدي احط نص ساعة زيادة لات ساعة يعني ما تلكن انه عندك مص ساعة زيادة لأ راح يكون لات ساعة راح اقسم على هذا الكلام من العلامة النهائية فبالتالي شو بكون عندنا الريتن اجزام من الساعة 10 لل 12 ونص او من الساعة 10 لل 12 الحل وانا معطيك نص ساعة لل راح هلأ اذا انت بتعرف كيف ترفع باسرع الطرق ماشي تخليك ضل حلة 12 ونص إلى خمسة ورفعه لا انا عندي مشاكل تكون عارف انه بدك تخلي ربع ساعة لقضية رفع لا متفقين اذا كان او اي اشي بدك تحله بس او 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 بتكمله على اخر اذا كان شو بتعمل بس بت بت وانته هلأ انا بدي اودي لكم اليوم هومورك هلأ هذا الهومورك مش عشان تسلمه لا هومورك عشان تتدرب تتدرب علي واضح انه اذا انا بعطيك هومورك واضح الامتحان الاول شو كان معظم افكار وانه كان من الهومورك واضح فبفضل تسلمه الهومورك الهومورك يعني تسلمه قبل يعني سلمه قبل شوية بهم مش يعني في 20 الشهر على اساس انه بس انا بفضل لو سألتوني تسلموا باسرع وقت اريح لكم انا بكون فاتحه اخر يوم لتسلمه 21 شهر يعني قبل الامتحان بيومين واضح اذا الامتحان من التسعة لتسعة ونص والريتن من العشرة لخمسة بكون انا مفاتح بخمس دقائق بلعش مزلوب خمس دقائق معكم لا ساعة في اي سؤال اي سؤال اتمنى انه الريتن اي سؤال يكون افضل من الفيرست طبعا للي ما قضية كيف بدأت توزع العلامات هذا في ساب يعني في عشرين علامة او خمستاشر علامة للساب رح يروحوا تلاتين علامة الاول والاربعين هيصاروا سبعين في تلاتين علامة ما بين هوم وارك وساب الاعلى الاعلى بدي احطه يعني طب هوم وارك كيف تحسبنا عليهم ات ليست يو سبمت اذا انت سلمت ممتاز طبعا شفتوا شو اللي صار في قضية الهوم وارك الاول والامتحان الاول اللي حلوا لوحده ورتبوا اعتقد انه كان في فائدة للهوم وارك في قضية الامتحان ولا بلى بلى ماشي يعني انا المفروض يكون عندي صباحا اتنين وثلاثين ومسائم تقريبا تقريبا قدهم يعني انا بحكي عن 64 طالب انا اللي بشوف هم مشاركين معي صباحا اربعة خمسة ومسائم ببقوا من تمانية لاثناش اكثر شيء اكثر من هيك وهذا انا انا باخد بس ما باخد عشان احط عزاجل لا انا باخد اكس الشي تهيها امامي وانا انبساطت جدا من الاتندنس اللي امامي انه اللي كانوا بحضروا اللي بحضروا هم اللي جابوا العلامات العالية لا يعني ذلك اذا بتحضر لازم تجيب علامة عالي لا النورمال ديستربيوشن بيجي مع مين مع اللي بحضر لانه محضر وانا متأكد انه اذا بروح عليك حصة وبجوز امال شافت هذا الحك لما كان عندكم دايناميكس مش عارف شو انه الحصة لما انت محضرتهاش وجاهي صعب كانت ما ما بزبوطش انه انا اركن على اساس انه انا بحضر الحصص وبكون حضر الحصص كافي اتمنى انه كل شي يكون تمام و اتمنى انه انه لدينا مشكلة في الكورس و اتمنى اتمنى يعني انه يعني على الاقل على الاقل